سيناريو حانفي 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 الأباء حانفي الأباء إيه سيناريو حانفي؟ خلاص القايمة لازم ترسل في موعد أقصى بكر قايمة الزمالك للمشاركة في الصوبر طيب دلوقتي قالك عقد مؤتمر صح في يوم الاتنين المقبل المؤتمر ده هيقولك فيه إيه؟ مش هيقوله انسحاب من الصوبر هيقولك فيه الجهود اللي بزلوها لعدم لعب الصوبر وان وزير الشباب الرياضة قال لي روح يا مرتضة وزير الشباب الرياضة طبعا إيه؟ مرتضة يقول أي حاجة على لسانه وهو موافق ما بيقولش لأ أشرف مقضيها يعني وأشرف صبحي من أسوأ وزراء الشباب اللجوم في السنوات الأخيرة والسبب أنه لا يشعر به أحد مش شايفين له أي دور في الوسط الرياضة لا في التهدئة ولا في المصالحة ولا في أي نهضة ولا في أي حاجة هو دوره أنه مثلا اليد كذا يروح يستقبل وزير استقبلات وزير المراسل حد كسب يروح يستقبله حد مش عارف عنده إيه يروح يقعد معاش روية حد إيه كلام بالشكل ده وعنده باسم الله ما شاء الله كتيبة إعلامية تحصل يعني متدلعة 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 مش عايزة قول تفاصيل يعني متدلعة متدلعة قوي يعني كل شوية تقول لك أفضل وزير وأحسن وزير الناس مش حاسة بيه الناس مش حاسة بيه في الوسط الرياضي يعني قل لي عمل إيه قل لي عمل إيه مش شايفين له أي تأثير ولا أي أثر كنا نتمنى له أداء أفضل من كده بمراحل لا حل مشكلة ولا حل أزمة ولا أصلح بين الناس ولا شايفين له حتى مشروع أول ما جاء قالك مشروع الألف ومحترف اللي طالب بيه السيادة الرئيسة عبدالفتاح السيسي بعد بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في الجابون قالك هجيب ميدو ورجع مش عايزة فيه ورجع دلوقتي مفيش حاجة فيش حاجة خالص ولا بشوف بعمل حتى دور مراكز الشباب اللي كان بقول عليه بيلعبوا في الشتة مش في الصيف في عز الامتحانات ولزة مش بنومش الله يحفظك يا ستة العميدة أبو يوسف الله يخليك العميدة أبو يوسف بيسلم عليك بلك شعبية عمر أنا بفكر أعمل معك حلقة إزبوعية كده تكسر الدنيا بس بخاف عليك من الحسد أنت تطلع من هنا تعيالي من هنا فخلينا نرجع لمباراة كاس السوبر كاس السوبر اللي أمسنا محمد معاديو ماربعتاشر أخذ معادي لإرسال قائمة آخر الشهر اللي هو 31 الجمعة مرتضة كلم هنا بريدة قال له يا هاني قال له نعم يا مرتضة عاوزي يا ابني قال له مش عاوز ألعب ومش عاوز أتعاق قال له طب نحليها لك إزاي دي ما قدش كم ده من بدري ليه قدت العقوبة تبقى يا خاف ده انسحابك الآن يعني عقوبات مغلظة يعني عقوبات عنيفة يعني هتاخد فوق دماغك وحدش يقدر يعمل لك أي حاجة فهو قال بعد جواب النهاردة ليس بيقول للكاف احنا يعني مش عايزين نلعب والظروف وهددونا بالأكل والوضع أحمد مرتضى الصائد طلع في الانتخابات صائد في الانتخابات رسمي قدام هاني العتال كسحه وكسحه ونزل هاني العتال بليل وكسحه بس ابو بقى لأنه هو يعني صوته عالي عمل له انتخابات جديدة وقال لك النائب ما يخشش وقال أمور بلطاجة إدارية الوزير لم يستطع فعل شيء فيها غير ان يقول له انت عاوز يا مرتضى طب يعمل يا مرتضى واللجنة الأولمبية ماشية بزراميد بشام حطب وأعوانه وحاجة تفضح 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 وتكسف بيبعثوا جوابات لبعض بقى لها سنة أي عك في أي عك يعني الكورة أو الرياضة تعيش أسوأ عصورها مع أشرف صوحي وشام حطب لأنهم ما بيقدرواش يطبقوا قانون ولا بيقدروا يطبقوا لوايا ولا عندهم أفكار لنهض بالرياضة حتى خبت رفع الأسقال ما عملوش فيها حاجة اللي كان بيجيب لينا مديليات عالمية وقلمبي فالخبة قوية للرياضة المصرية مع أشرف صوحي وشام حطب وأعوان طيب خلالة بس نتكلم في السوبر ده اللي يهمنا فقال له هنا أنا مش عاوز أشارك قال له بتشاركش إزايا تشارك غزو عننا وما تشاركتش هتطرد من دور الأبطال الأفريقي قال حالي ولا أنت يكون متواجدا في القرعة ويصعد اللي بعدك وفيه غرامة مالية ضخمة عليك وعلى الاتحاد الكورة وفيه استبعاد من الأبطال الأفريقية اللي يحب تقول تلات سنين وارد أن المكتب التنفيذي يزود نظرا لأنك أنت هتبقى بتقول في اللحظات الأخير وارد قال له تلات سنين وارد أن المكتب التنفيذي يزودها أكتر من كده يقول لك خمس سنين سبع سنين تسع سنين لحد ما مرتضى يغور أيا كان الموضوع يعني فقال له خلي بالك أن الغرامة تبقى كده مرتضى بقى أعلم من مبارح من الأربعاء أن في مؤتمر صحف الاتنية وشلة الأفقين والمنافقين عمين يروجلوا المؤتمر طب أنت يا حبيبي مش عارف تقدر تقول تمتلك الشجاعة أنك تقدر تقول لازم نشارك في السوبر الأفريقي ما تقدرش ليه كسر عينك بيت خدام عنده وبتنفس تعليماته ولا تستطيع قول كلمة حق وده لمصلحة نادي الزمالك وإحنا بنقوله اللي أنتوا شايفيننا إحنا أعداء للزمالك أو أعداء لمرتضى إحنا اللي بنقول إن دي مصلحة نادي الزمالك ومحدش بيحب الزمالك قدنا ولا عاوز دول خير قدنا لكن بالأصول بأنك تقوله إن ده غلط مش لازم تقعد تطبله على طول كده مسك الدربوكة وطبلة طبلة طبلة وقبضى قبضى قبضى ونفق نفق نفق وفي عيال نطفت واستحمت ولبسة بيدل نطفت واستحمت ولبسة بيدل وبتطلع على الشاش فالفكرة أنت لا تجرؤ على إعلان رأيك ولا تجرؤ أنك تقوله إن اللي انسحاب من البطولة غلط لأنك جباه متربع على الجبن ومتربع على الخوف ومتربع أنك تاخد ومتربع أنك أنت ما عندكش يقين في الله أنه النفع والدار فاهم أن مرتضى هو النفع والدار وبالتالي مش قادر تقول كلمة الحق مرتضى بقال لك إيه؟ هنعمل مؤتمر يوم لتنين هيقول في إيه حنفي تطلع يا مرتضى بتقول أنا حنفي وترجع تنزل المرادة كمان ما أنت بتقوله ترجعك في كلامك كتير وحنفي ده يعني مش أصدع الحنفي القباء حنفي اللي جاء بتقوله حنفي تنزل المرادة في نورماندتو ماشي؟ يعني بتتراجع في كلامك على طول وهذه سمة من سماتك الشخصية وده عادي إنك أنت بتتراجع ده شخصيتك بتقول أي كلام وبتعوي هتتراجع غصب عنك يعني مش عايزة أقول لفظه وحش عشان المشاهدين عندي يعني لكن هتتراجع وغصب عنك ولو أنت راجل انسحك لو أنت راجل ابعت للإتحاد الإفريق تقوله أنا مش لعب عشان نخلص منك بقى شوف الغضب الزمالكة وحيبقى إزاي والغضب الرسمي حيبقى إزاي بتقول أنا بعدت جاب للوزير يعرضوا على القادس القادس سيسافت يا ضيالك يا ابني يا القادس سيسافت يا لك تعالى شوف الحاجات اللي شغالها في الدنيا بحالها يا ابني ده مصر الجديدة ومدينة نصر بقت حاجة عالمية يا ابني يا ابني الله يخرب بيتك يبعد عن القادة السياسية الله يخرب بيتك أمثلك اللي بيخلوا الناس ما تحبهاش مصر الجديدة النهاردة تمشي فيها كباري وطرق واسعة وتشجير وإضاءة وحاجة عالمية بنعمل مصر جديدة يا ابني بنعمل مصر جديدة ومش هنا بس اطلع على طريق المنصورة كله كباري 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 الناس اللي هي بتطلع على الصعيد بقى فيه يا ابني انت فاضيها لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم أقولها وقلبي مطمئن أن مرتدى منصور هو أسوأ دعاية للنظام الحالي وأن بحماية علي عبدالعلي يكتسب النظام كراهية ده خلاص بقى يعني Old Fashion Old Fashion الكلام اللي بيقول Old Fashion خلاص تجيبوا ناس عندها Software ده محتاج مش محتاج Software ده محتاج تهد Software بتاعه خالص وترميه في الباسكت وتجيب ناس شباب عندها Software جديد ماشي بيفهموا يعرفوا يتكلموا يعرفوا ازاي يخلوا الناس تظهر جهود الدولة ما نقولش تحب تظهر جهود الدولة في خدمة المواطنين النهاردة ما بتبقى ماشي المصر الجديدة لوسط البلد المهندسين ما بتقفش في إشار الطرق واسعة وحاجة جميلة الأسعار بتنزل فأنت عم مرتضة بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله أسوأ دعاية للنظام واللي بيحموك أغبية اللي بيحموك أغبية اللي بيحموك ومعادلك على كرسي أغبية إلا بازها لو بتعاملوا معك لأنك راجل بركة يعني خلاص قدت دورك على أسوأ ما يكون واسيبوه بقى يعيش اللي بيومين بتعودوا لعى الكرسي لكن أنت أسوأ دعاية للنظام بقولهالك بكل أمانة وصدق أسوأ دعاية للنظام المصري وللقيادة السياسية هو مرتضة وأحسن دعاية للنظام المصري هي أعماله ومشروعاته اللي موجودة في الشارع التي لا تجد إعلاما يظهرها للناس لا تجد إعلاما يظهرها للناس إعلام أبيض ولا بيفهمه حاجة كل اللي بيحصل ده مش ظاهر على الشاشة قلنا ميت فكرة مفيش حد بينافس خلاص ولعوا بجائز هقعد أنصح فيهم له بعد بكرة مش ناصح حد لكن أسوأ دعاية للنظام هو مرتضة منصور وأسوأ وسيلة دلوقتي هي عدم قدرة الإعلام على إظهار ما يحدث في الشارع المصري على إظهار ما يتم على الأرض من منشآت ومشروعات يا راجل ده لو كاميرا بس كده بتمشي في السوارع شوف السلسل الملورية دلوقتي شوف الجمال اللي موجود في مصر الجديدة والكباري والحكاية والرواية والحاجات اللي بتتم أنا بكلمك على حاجة أنا شايفها بكلمك على حاجة أنا شايفها ولمسها شوف جسر السويس دلوقتي بيوصع إزاي لكن أنا مش هتكلم بقى جا أقول لك مش عارف هي وكلام كل ما كلم واحد يقول لي تما عندنا في منطقتنا كايز تما عندنا في منطقتنا كايز فالفكرة أن مرتضة منصور أول دي فاشون وأسوأ دعاية للنظام المصري هو مرتضة منصور حينما يمتدحه وحينما يدافع عنه وحينما يحميه النظام من وخاصة الدكتور علي عبدالعالم من تطبيق القانون عليه لما معالي النائب العام يطلب رفع الحصن العام طيب هقول لكم على موضوع جديد عشان تعرفوا مرتضة منصور قد إيه خاربها قد إيه خاربها في 2009 ناجح عدو مجلس الإدارة أنزاك هاني مجد العتال في الحصول على قطعة أرض لنادي الزمالك بخلاف الشليهات في مرسى مطروح قيمتها كام؟ دفعولها 140 ألف جنيه وفيه أقصاد كلام ده في مجلس الأساس مامدو عباس الأرض دي بالنسبة